بسم الله الرحمن الرحيم اليوم سنكمل مع طالبات أكاديمية الميقات الإسلامية طالبات الثامن با في مادة الثقافة مالية درسنا اليوم هو الدرس الثاني وهو اتدخري في مواردك اتعرفنا الحصة الماضية على مفهوم الادخار تواجه المجتمعات كافة مشكلة اقتصادية تتمثل في ندرة المتاح لديها من الموارد في الوقت الذي تتعدد حاجات سكانها وتزايد على نحو المستمر وتبدو خطورة هذه المشكلة عندما نعرف أن هذه الموارد حتى في حالة زيادتها تنمو بمعدل يقل كثير عن معدل زيادة استخدام السكان وحاجاتهم وعلى ذلك فإن عدم تفضي هذه المجتمعات لمشكلة ندرة مواردها وقصورها عن تلبية حاجاتها قد يؤدي إلى تدهور في قدرة بعض هذه الموارد الانتاجية حتى أن بعضها قد يكف عن العطاء وعليه فلا مفر أمام هذه الدول من بذل قصارى جهدها في ترشيد استهلاك هذه الموارد قبل أن تنفذ والبحث في الوقت نفسه عن موارد جديدة بديلة لها تساعد في ترشيد استهلاك مواردها الحالية والبحث في الوقت نفسه عن موارد جديدة تستطيع أن تسهم في الارتفاع بمستويات إشباعها أو على الأقل تحافظ عليها ليس هذا فحسب وإنما يتعين عليها أولاً وقبل كل شيء أن تحاول استثمار المتاح لديها من الموارد بأكثر الطرق كفاءة بغية تسد حاجاتها خلينا نأخذ أمثل يعني مثلاً إذا بتلاحظوا النفط كان مثلاً في السبعينات أو في الستينات في بداية ظهوره تمام؟ في التسعينات في بداية الألفين صار النفط يشح صارت ترتفع أسعار النفط مع أنه كمية بيطلعوها كميات هائلة جداً ولكن لا تسد حاجة المواطنين أو حاجة الناس أو لا تلبي حاجاتهم لأن حاجاتهم صارت أكبر من الكمية المستخرجة تمام؟ شو صاروا يفكروا؟ بدنا نفكر في حلول بديلة صاروا يفكروا بالكهرباء باستخدام الكهرباء تمام؟ لما فكروا دقيقة بس بنات سلمة صار يفكروا في استخدام الكهرباء صار استخدام كبير على الكهرباء تمام؟ صار استخدام كبير على الكهرباء طيب شو الحلول؟ لأن الكهرباء لما تولدها بدك تحتاج نفط أوكي كميات قللة ولكن تحتاج نفط ولكن النفط غير كافي لتلبية إحتياجات الناس طيب صاروا يفكروا بالخلايا الشمسية تمام؟ يولدوا فيها أو يشغلوا فيها المحطات النفطية إذن هاي أكبر مثال على كيفية الاندخال في الموارد يعني مثلاً بيتكم مثلاً في الشهر بستالك 50 دينار كهرباء يعني في السنة 600 دينار كهرباء طيب شو في حلول بديلة إلها طيب لو سكرت شركة الكهرباء يعني عفواً شو بنا نعمل من وين نجيب كهرباء لو سكرت شركة الكهرباء صارت النهس السعين بالخلايا الشمسية الخلايا الشمسية تمام صارت تجيها فتورة الكهرباء مثلاً 7 دينار بدل 50 والباقي من الخلايا الشمسية أو ممكن صارت تجيها صفر كمان تمام وصار في حفظ للطاقة الشمسية طيب والزيادة اللي بتصير مثلاً إذا كانت الخلايا الشمسية بتستقطب أو بتولد كهرباء أكثر من الكهرباء المستنفذة من قبل الشخص الساكن في هذا الموقع صار يبيحها لشركة الكهرباء يعني يحوش مثلاً أو يدخل أكمل كيلو بايت في نهاية السنة أو نهاية الشهر ويدفع لشركة الكهرباء ثمانهن تمام؟ إذن هذا الدخار في مواردك مثال آخر يعني في جاءة كورونا إذا لاحظنا لما سكرت المخابز تمام؟ كنا مثلاً نشتر خبز مثلاً نشتر خبز بدينار ولكن سكرت المخابز لمدة أسبوع استخدمنا بس صرنا ندخل نحوش فيه أو نقلل استخدامنا منه عشان يقدر يكفينا هذا اسمه الدخار في الموارد بنات في سؤال لحد هون؟ في سؤال؟ لا أستاذ لا أستاذ مثال آخر يعني في شهر رمضان لما كان يشهر رمضان وتكون في بداية اليوم تكون ما ترهق حالك عشان ما تستخدم الطاقة طبيعتك عشان تقدر تكفيك لنهاية اليوم مش يكون نحكي مع نفسنا إذن هاي الدخار في الموارد الدخار في الموارد طيب بدي أسأل سؤال يمكنني أن أدخل في إيش؟ في إيش ممكن بقدار أدخل أنا؟ كطالب أو كمعلم يلا حلق في المصروف في المصروف حلو سلمة بإيش تقدر تدخلي سلمة أحكي في حلقة بشوي أنه ممكن المصروف اللي بناخده مثلا من أهلنا طيب نقطة أخرى غير مصروف أستاذ أنا لحكيتمو أنا أستاذ أنا لحكيتمو حلا آه بعرف بعرف بس سلمة بإيش بتقدر تدخلي عصمة بإيش بتقدر تدخلي تفضل يا حلا ممكن الأوراق والأقلام ممكن نقطة أخرى جود ياسمين أستاذ أستاذ ألاس فضحي تفضل يا عصمة ممكن في الطعام ممكن في الطعام حلو ياسمين رند حلا في عندك تعليق لا لا أستاذ بصرف ياسمين تفضلي ممكن ندخل طاقة أول يوم عشان نخذينها لآخر اليوم إذا كان عندنا امتحان يعني ضيع طاقتنا على دراستنا للامتحان جود نقطة مم وممكن أهم شيء في الإدخار أنا بأعتقد برأيي الشخصي إدخار الأحمال الحسنة ممكن أنا بدي أدخل بدي أحوش العمال الحسنة عشان أفوت على الجنة مظبوط تمام أن ترشيد استهلاك المصادر مثل الماء والطعام والكهرباء يعدوا إدخارا في الموارد إدخار في الموارد مما يشاعد في الحفاظ على الموارد المحدودة في الموارد المحدودة كالأشجار والطاقة كما يشاعد على المدى الطويل في توفير النقود لأنه لكل موارد ثمنا ونحن وعائلاتنا من ندفع هذا الثمن فضلا عن أنه يساعد على أن تكون هذه الموارد مثل الماء والطعام والكهرباء وغيرها متوفرة من غير انقطاع وعلى نحو العام فإن الترشيد في استهلاك الموارد على المستوى الفردي الشخصي يحافظ يحافظ على موارد الدولة يعني إذا تلاحظوا كانوا يجيبوا مثلا دعيات على التلفزيون على ترشيد استهلاك المياه ليش؟ لأنه بدناش تفوت الدولة في حالة جفاف إذن يعني مفهوم هدر الموارد استخدامها على نحو مفرط شو معنى هدرها؟ استخدامها على نحو مفرط وقد يكون الهدر ناتجا من الإهمال كأن يكون هناك تسريب في المياه بسبب عطل معين فلا تعمله أو لا تجري له صيانة هذا العطل إذن هدر الموارد وهو استخدامها على نحو مفرط وقد يكون الهدر هذا إهمال ناتجا من الإهمال في سؤال لحدوني ثامن لا لا أستاذ لا أستاذ طيب خلينا نشوف النشاط صفحة 19 كم يجب أن يدوم معك هذا العنصر وماذا يحدث إذا فقدت أو كسرت أو هدرته وماذا يحدث إذا فقدت العنصر أو كسرت أو هدرته هذا مثال يعني بحكي لك مثلا لو معك قلم رصاص كم يجب أن يدوم معك هذا القلم بالعادة أربع أيام أسبوع ماذا يحدث إذا فقدت أو كسرته أو كبتي مثلا أو هدرته بلغتي مثلا كله وأنت مثلا تتسلي رح يحدث أنه أنت بدك يكون عندك إهمال بدك تروح تشتري واحد ثاني طيب عندك خسارة تمام طيب ماذا يحدث إذا فقدت الشيء أكثر من مرة جبتي أول قلم وكسرته وكبتي ثاني قلم كسرته وكبتي ثالث قلم رابع قلم خمس قلم طيب ماذا يحدث هذا كله خسارة وهدر وإهمال تمام خسارة وهدر وإهمال في سؤال لحد هون لا لا في سؤال إذن نحن 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 نح الشراب المسكن ممكن أني مثلا ممكن هاي من الموارد أني مثلا روح أهد البيت طيب بعدين وين بدأ روح أسكن إذن هذا هادر الموارد تمام وفي عنا عدة أمثلة مثلا على قلم رصاص ودفتر وعلبة ألوان وعلبة هندسة وقميص وبنطال تمام لو أهدرت كم لازم بالعادة قديش لازم يطلن معك وإذا أهدرتين أول مرة شو الناتج طب إذا أهدرتين خمس مرات كم بكلفك هذا الموضوع له ثمن مثلا الأقلام أو ثمن علبة الألوان خمس مرات تمام كلها مخاسر يعني نعطي مثال لو انتهى النفط من حياتنا أو انتهى النفط من العالم تلاقي ممكن مثلا نسبة السيارات اللي بتشتغل على النفط توقفت تمام طيب السيارات اللي بتشتغل على الكهرباء السيارات الهجينة ممكن كمان توقف الهجينة اللي هو كهرباء وبنزين طيب السيارات اللي بتشتغل على الكهرباء ممكن توقفهم ممكن لا حسب حاجة المواطنين لأن السيارات بتصير كثيرة اللي بتعتمد على الكهرباء والداخل من الخلايا الشمسية أقل من المستهلك من خلال السيارات ومن خلال البيوت تمام إذا بدنا ندخل ونعمل ترشيد في استهلاك هذه الطاقة الناتج من الخلايا الشمسية في سؤال لحد هون أسألي في سؤال سديم تذكر صفحة عشرين يمكن التذكر يمكن التذكر في الكثير من المواد والأشياء غير النقود مثل الماء والكهرباء والطاقة والطعام والأوراق والأقلام وإلى آخره إذن يمكن التذكر في الكثير من المواد يمكن التذكر في الطعام يمكن التذكر في الشراب يمكن ندخل بالمال تمام؟ يمكن ندخل ندخل الأعمال الحسنة يمكن ندخل في المسكن تمام؟ وإذا دخلنا مثلاً المال بنتج عنه نتائج كثيرة جيدة يمكن ندخل في الكهرباء يمكن ندخل باستخدام النفط يمكن ندخل في أشياء كثيرة يمكن ندخل في الطاقة الموجودة لدينا تمام؟ مثلاً يعني استخدام الجسم استخدام الجسم استخدام صحي هذا هذا الدخار في الطاقة الجزدية للإنسان إن ترشيد استهلاك المصادر من مثل الماء والطعام والكهرباء يعد الدخارا في الموارد مما يساعد في الحفاظ على الموارد المحدودة كالأشجار والطاقة كما يساعد على المدى الطويل في توفير النقود لأن لكل مورد ثمنا ونحن وعائلاتنا من ندفع هذا الثمن فضلا عن أنه يساعد على أن تكون هذه الموارد الماء والطعام والكهرباء وغيرها متوفرة من غير انقطاع لأن انقطاعها يؤثر بشكل سلبي على المستخدمين لهذه الطاقة وعلى النحو العام فإن الترشيد في استهلاك الموارد على المستوى الفردي يحافظ على موارد الدولة الترشيد في استهلاك هذه الموارد يحافظ على موارد الدولة من عدم الانقطاع يعني إحنا مثلا المملكة الوردونية الهاشمية في توجه كبير إلى إيش؟ في توجه كبير إلى استخدام الخلايا الشمسية عشان نخلص مثلا من استخدام النفط في إنتاج الطاقة الكهربائية تمام؟ إذا بتلاحظوا معظم المساجد صار فيها خلايا شمسية معظم البيوت نسبة كبيرة من البيوت صار فيها خلايا شمسية قل استهلاك الكهرباء فبالنهاية الناس اللي ما عندهم خلايا شمسية شركة الكهرباء راح تقلل أو تنزل من سعر الكيلوات على المواطنين لأنه في عندنا كميات كبيرة من الكهرباء بالنبيحة كشركة كهرباء إذن إحنا وفرنا في الموارد المستهلكة إذن حافظنا على موارد الدولة تمام بنات؟ تمام أستاذ تمام أستاذ في سؤال؟ لا الدرس بسيط وسهل تمام؟ طيب أنا هسا بدي أسأل للطالبات بشكل عشوائي أذكري ثلاثة من الموارد الممكن إدخارها عدل مال فاطمة فاطمة تقدر تجاوبيني يا فاطمة طيب غادة أستاذ الوقت ممكن والأعمال حسنة الوقت والأعمال حسنة ثلاثة ممكن الطاقة الطاقة حلو ليان ممكن الماء والكهرباء والطعام والملابس صح ياسمين ممكن الكهرباء والطاقة والأقلام مثلا جود جود مش معنى جود أنا شايف لا أنا هيني موجودة أستاذ طيب يلا جود ممكن ندخل الحبوب والأشياء هاي هم يحكوا في الطعام والهاي في أشياء كثيرة ممكن ندخلها ممكن ندخل غير الماء ممكن ندخل الماء ممكن ندخل الحسنات ممكن ندخل الطعام ممكن ندخل الشراب ممكن ندخل الطعام عفوا أنه هو نفس المأكل ممكن ندخل الأوراق ممكن ندخل الطاقة ممكن ندخل أشياء كثيرة ممكن ندخلها تمام أشياء كثيرة من حياتنا إذن السؤال الثاني إشرحي كيف يؤثر ترشيد استهلاك الموارد على المستوى الفرد الواحد في رفع المستوى الاقتصادي على مستوى الدولة أنا حكيته قبل شوي مين يجاوب إشرحي كيف يؤثر ترشيد استهلاك الموارد على مستوى الفرد الواحد في رفع الاقتصاد على مستوى الدولة ياسمين ترافع ايدك كيف يؤثر ترشيد استهلاك الموارد على مستوى الفرد في رفع المستوى الاقتصاد على مستوى الدولة يلا مين بيقدر يجاوبني أنا أعطيتكم مثال ماذا عدي أتواب فضل أجود أن الترشيد في استهلاك الموارد على مستوى ممكن يحافظ على موارد الدولة أي نعم ماشي بس هذا السؤال الإجابة أنا أبدأ أحكي لكم يعني أعطيتكم مثال استخدام النفط أو استخدام الخلايا الشمسية استخدام الطاقة الناتج من الخلايا الشمسية في توليد الكهرباء يعني ممكن مثلا المواطنين كلهم يركبوها ويصير استخدامهم للكهرباء في بيوتهم من خلال الطاقة الشمسية والزيادة بيعون لشرك الكهرباء وشركة الكهرباء يصير عندها مخزون كبير من الكهرباء وتبيحها لدول أخرى إذن يحافظ على نفع مستوى الاقتصادي على مستوى الدولة لما تبيع الدولة أو شركة كارباء الأولوبي المساهمة تبيع الكارباء الزيادة عندها لدول أخرى إذن نفع مستوى الاقتصاد للدولة تمام هيك واضح في سؤال لحد هون طيب هيك اليوم بكفيك خلصنا الدرس الحص القادم إن شاء الله بنبلش في الدرس الثالث ويعطيكم العافية ثامن يعطيكم العافية ويعطيكم أستاذ